موسيقى أنا خطرت لحتى أرسم بين الركام لحتى أشوف الركام قدام عيوني وأعرف أرسمه نظامي نظامي وكمان عبرسم هدول البنائي المائلة هلا هاي البنائي المائلة انشرت كتير في جندارس منما عبي وقف هون عبي صوره وبصور هيك سيل في جنبه رسمتها أنا وكمان لك هون جدت الرسامة ورسمتها أنا اسمي أحمد عبد ومحمود صنونو عايش في جندارس أنا عمري إدعاء السنة وقت اللي صار الزنزال كنت هون وشفت كتير الناس ماتت قدام عيوني وتأثرت كتير كتير في هذا الموقف وصرت كتير كتير أرسم رسمات عن الزنزال وهيك الرسمات اللي رسمتهم عبارة عن الزنزال أو أقعد هيك مثلا هذا المكان نفسه قعد فيه وفيه هاي البنائي وهي البنائي رسمتوا ويعني الحمد لله كل اللي رسمتهم انباعوا جواوا من كوريا ومن ماليزيا وهيك وشتروا الحمد لله وأنا رسمت كتير كتير رسمات عن الزنزال أنا أفضل رسمة لحد اللي رسمتها هي الطفل الشام تحت الإنقاض عبتقول لدي فاعل مدني بشتغل عندك خدامة بس طال يعني وأنا كتير كتير تأثرت في هذا الفيديو وحطيت نفسي إنه أكون مكانة يعني إجدى يكون ردة فاعلي فحبيت إنه أرسمها والحمد لله يعني رسمتها وبذلك الرسمة رسمت تنتين لأني هي أكتر رسمة يعني رسمتها وطلقت معي حقيقية نفسها يعني نفسها نفسها أنا معداتي كتير كتير ضعيفة وبسيطة يعني أنا بتمنى إنه حدا يجيب لي معدات قوية وهيك لحتى أرسم رسمات ويصلوا رسماتي يعني إلى العالمية ولبرة سوريا مشان إنه هيك يعرفوا شون إحنا بسوريا عانانا والبنايات كلهم نقلبوا ومالوا والعالم نصها ماتت يعني 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 نص العالم ماتت قليلا حتى تموا فجن دارس عاشين حاليا هلأ أنا ساكن بخيمة لكن هاي الخيمة ما يقنن يعني جايبين إحنا يعير يعني استعرناها ساكنين إحنا في عيلتين بتمنى إنه هيك أندعم وأشتري خيمة إن شاء الله وأبرق فيها رح ساعد المتضررين في الزنزال ولأني هون نحن في جن دارس كتير يعني ناس اضررت وبيوتها كلها وقع على الأرض ونص العالم ماتت لو فيه كان آليات وهيك ومن البداية كان نص العالم يعني كانت عايشة يعني كان نصهم ماتوا نص عايشين لكن لأني ما كان فيه يعني دعم وهيك وتركزات وهيك لهيك نص العالم ماتوا واختنقوا بحاجة بالمسال دعم دعم اشتركوا في القناة